السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين أحبائي التلاميذ درسنا لهذا اليوم هو في مادة العلوم للصف الأول الابتدائي للصفوف التربية الخاصة درسنا في مادة العلوم هذا هو النشاط العملي لكيفية نتعرف على الأشياء من حولك هنا نتبهوا أعزائي التلاميذ إذا عدتكم كتاب جو إيدكم حاولوا أنه تفتحوا على هذه الصفحة حاولوا تفتحوا على صفحة 60 هو كيف تتعرف أو نتعرف على الأشياء من حولك نتبهوا هذه هنا رح نتعرف على الأشياء من حولنا عن طريق شنو؟ عن طريق شنو نتعرف على هاي الأشياء من حولنا شوفوها ماما؟ شوفوها عن شنو؟ عن طريق النظر أو عن طريق البصر عن طريق العين تكون عن طريق العين اللي هنا انتبهوا على اللعابة حتكون عن طريق العين شوفوها هذه هي العين اللي يجب أنه تكون قلنا نظيفة وصحية حتى نشوف بها الأشياء من حولنا هذا هسه تشوف الأشياء من حولنا انتبهوا ماما رح نتعرف على الأشياء الموجودة من حولنا خلال هذا النشاط انتبهوا عليها الصفورة كيف تعرف الأشياء الصغيرة والكبيرة حولك شوفوه هنا ماما؟ جرب دي يقول لك جرب ش رح نسوي؟ رح نجرب شلون؟ تبهوا عليها تبهوا عليها وشوفوه هنا أنا آي جاي بتلكم بعض الأشياء البسيطة اللي أنتو أكيد تحبون تشوفوها وشون أنتو هسه أساسا شون دي تشوفوها بالتلفزيون عن طريق بيش عن طريق نظركم عن طريق العينكم اللي هي العين العين انتبهوا ماما شوفوه هذه عدنا مثلا هي النفاخة أنتو تحبون النفاخات شوفوه النفاخات هذه النفاخات أكو شنو الشي اللي يختلف بيها؟ منو يقول لي؟ عافية وحدة لونها أزرق وحدة لونها أحمر وحدة أزرق وحدة أحمر زين إضافة إلى هذه أكو إضافة هنا تعرفنا على اللون اللون أكو اختلاف باللون عدنا أكو شغلة ثانية هي الحجم الكبر شوفو هذي كبرها شوفو هذي كبيرة وهذي صغيرة هذي كلها منين شون دي تشوفوها؟ هي تشوفوها عن طريق عينكم عن طريق العين عن طريق العين شوفو هذي كبيرة هذي صغيرة بس اثنين هم يا لون عافية لون الأحمر إضافة إلى هذه بالنسبة للنفاخات أنا جابت لكم أيضا طوبات أنتو تحبون الطوبة واللعب بيها شوفو هذي طوبة لونها شون مشجرة هي تكون ألوان وتكون لون والبرتقالي هو اللي غالب عليها هذا أيضا شفتوا اللون وشفتوا الحجم اللي هو الكبر هذي شون لونها؟ أصفر هذا لونها أصفر وهذي صغيرة هذي كبيرة هذي شون نشوفوها؟ عن طريق العين عن طريق العين إضافة إلى شوفو هنانا أبنى الألوان الألوان اللي هي أقلام مثلا هاي أقلام شنو هاي أقلام؟ أقلام لت ملونة هذي أقلام ملونة تبهوا عليها ماما شوفوه أقلام ملونة أيضا أقلام ملونة شون دا نشوفها؟ عن طريق العين عن طريق العين واحد سمائي شوفوه اللون سمائي لون بنفسجي اللون الأخضر هذا أيضا أخضر بس أطوخ هذا لون أبيض هذي الألوان شون شفناها وشون عرفناها؟ عن طريق العين عن طريق العين أيضا هذه الأشياء اللي تعرفنا عليها هي كلها عن طريق العين إذن شو تعرفنا عن هذا بهذا الشي اللي نشاط بهذا؟ تعرفنا إنه أكو أشياء كبيرة وأكو أشياء صغيرة تبهوا هسا رجعوا على الكتاب شوفوه ماما شوفوه الكتاب هذا الولد طبعا هنانا سدينا عيوننا ساد عيني مدى يشوف بينما هي أكو ثلاث كرات قدامه أنتو هالسفات حين عيونكم شوفو شنو قدامه قدامه كرة حمرة كبيرة قدامه كرة خضرة صغيرة وكرة برتقالي أيضا كبيرة هسا أنتو جربوا جربوا سدوا عيونكم هنا أنا هسا سدوا عيونكم مثلا فرد وصلة من عدكم أو أي منديل مثل هسا هذه اللعبة رح أسد عينها رح تشوف شوفوا رح تشوف الأشياء اللي حولها ما رح تشوف انتو جربوا حطوا إيديكم حطوا إيديكم أيضا على عينكم تشوفون الأشياء أيضا ما تشوفوها ما تشوفون الأشياء من حولكم فإذن البصر والنظر والعين مهمة جدا لرؤية الأشياء من حولنا إن كانت كبيرة أو إن كانت صغيرة مثل ما قلنا إن كانت كبيرة أو صغيرة وإضافة لا قلنا شنية الألوان الألوان إذن الأشياء الأشياء من حولنا تعلمنا من هذا النشاط إنه الأشياء من حولنا تعلمنا من هذه الأشياء الأشياء حولنا أكو صغيرة وكبيرة إذن أنا أتعرف أنا أتعرف الأشياء الصغيرة الصغيرة والكبيرة والكبيرة عن طريق شنو عن طريق شنو أحباء التلاميذ عن طريق عيني عفيا بواسطة عيني بواسطة عيني بواسطة عيني أحباء التلاميذ كيف أيضا إضافة إلى قلنا الأشياء اللي تعلمنا من هذا النشاط إنه الأشياء حولنا شون تكون ملونة ملونة هذي حمرة هذي وردي هاي حمرة هذي وردي مثلا هذي الألوان هنا رح نتعرف على الألوان أيضا بواسطة عيني إضافة إلى هاي زرقاء اللون هذي صفراء عدنا هاي شوفون العربة شوفوا هذي العربة بيها عدة ألوان هذي العربة بيها عدة ألوان وطبعا هذا اللون هذا هنا بداخل العربة هو يصير طبعا يحتلق ضوى بيه فأقدر أراويكم الضوى لأن أيضا الضوى إنشاف بطريقة العين الضوى أيضا شوفوا رح أراويكم يا بس فقط ايضا بطريقة العين ماعرف كان الضوى يشتغل بيه يحتلق وين هذي هاي تبقى تكون باللعب مالتكم هي بالنسبة للضوى عدنا هنا أيضا القراءة والكتابة شون تكون القراءة والكتابة تكون عن طريق العين القراءة والكتابة تكون عن طريق العين انتبهوا شوفوا سألتوا الكتاب أمامكم بيش داشتشوفوا داشتشوفوا عن طريق العين مثل هسة هذه الصفحة القدامكم جربوها وشيلوا الكتاب وشوفوا هذا هنا أيضا سد عينه ودي يشوف النفاخات ما يعرف بس فقط إنه باللمس يشوف هاي نفاخة بس شنو الألوان ها ما يعرف انتبهوا على هاي الصورة هذا الأصفور اللي هو لونه أخضر هذه النفاخات مجموعة دي شوفوها ماما وهذه الورود مثل هسة هذه الوردة هذي الوردة شوفوها هاي الوردة شون يكون لونها هي وردي وبنفس الوقت والأوراق مالتها خضراء اللون شون دي يتعرف عنها عن طريق عينه إذن يتعرف على الأشياء من حولها عن طريق العين نجي على أشياء رح نتحدث عنها قلنا أشياء كبيرة وأشياء صغيرة أولاً الأشياء أخرى أشياء أخرى صغيرة وكبيرة حولنا مثل جقلنا مثل شنو مثل هذا القلم القلم هذا القلم عدنا الشمعة عدنا الحذاء هاي كل هالأشياء هنشوفها بواسطة العين ثانياً ثانياً أشياء أخرى ملونة أشياء أخرى ملونة قلنا مثل النفاخات شفناها الطوبات حولنا مثل مثل شنو اللي شفنا عدنا نشوفها دائماً نشوفها بالشارع مثل شنو إشارة المرور إشارة المرور إشارة المرور وبعد عدنا الملابس أيضاً نشوفها عن طريق عينه العين اللي موجود عدك وقوس القزح اللي يطلع خلال المطر قوس القزح اللي يطلع شوفها من تمطر الدنيا ويطلع قدنا قوس قزح عدنا الملابس اللي نرتديها الملابس اللي نرتديها هناك ألوان حتى الأشياء اللي رح نلبسها رح نعرف إنه مال مدرسة يجوز القميص إنت إذا مش شوف رح تلبس أي قميص اللي كان ما تعرف إنه هذا قميص مال الطلعة مثلاً أو مالت المدرسة فإذا مال المدرسة شون يكون لونه مثلاً أبيض بينما مالت الطلعة هو يكون ملون فهنانا ما رح تشوفه إلا بال نكية اللي تنظر إلى الملابس إذن عدنا هنانا الشغلة الثالثة الأشياء اللي نتحدث عنها إنتهوا ماما حاسة النظر أو هي النظر تساعدنا على تعرف الأشياء من حولنا من حولنا حاسة النظر تساعدنا على في تعرف الأشياء من حولنا انتبهوا ماما هنا حاسة النظر كلش مهمة إنه وهذا بالنسبة إنه دور الأسرة انتبهوا هنا دور الأسرة في الشيء الأول دور الأسرة هي الأول شيء رح تنتبه على حاسة النظر عند التلميذ أو عند الطفل حتى قبل ما يدخل المدرسة حاسة النظر مهمة جدا يا أعزائي المشاهدين بالنسبة للطفل فيحب ذا أنه يكون تراعي الأم هذه المهمة أنه تنتبه على ابنها من هو صغير حتى تتجنب من الأشياء التي يتعرض لها بالمستقبل فإذا كان هنا الأم تنتبه عليه لطفلها خلال ما يشوف التلفزيون أو يشاهد أفلام الكارتون الموجود هل هو يجلس أمام التلفزيون مباشرة أو من النوع الذي يبتعد عن التلفزيون فلازم تنتبه ليش يباوع قريب لشنو ما يشوف أو يستسأله تحاول تسأله ما تشوف ماما أو شنو الشي اللي تحس بيه أنه حتى تتجنب أو حتى تودي إلى الطبيب المختص إضافة إلى هذا هناك قدنا بعض الأشياء المهمة مثلا يحاول أنه دائما يخك عينه أو يكون هناك حمرار في العين أو إذا عن تخرج منه دمع عنده دائما يدمع عينه فأني أحاول هذه دور الأسرة بالشيء الأساسي من بداية الطفل من بداية عمره تنتبه على العين مالته لأن هذه فتشغلة مهمة جدا إضافة إلى أنه بعض أطفالنا في وقتنا الحاضر الأجهزة الحديثة اللي هي أجهزة الموبايل اللي بيها ألعاب وأجهزة الأيباد الموجودة أيضا هذه الأشياء أو الحاسبة يحاول الطالب أو يحاول التلميذ أو حتى قبل ما يدخلون للمدرسة يعني يكونون بشكل مستمر لازمين الموبايل ولعب بيه بأكثر من يعني من الوقت مثل ما يقولون حتى مو صحيحة إنه شغلة مو صحيحة أنطي الموبايل اللي بيه ألعاب هاي شغلة أيضا ننبه بيها دور الأسرة حتى الحاسبة إذا يريد يستعملها فيستعملها في الأشياء في الأشياء يعني أو في وقت محدد بالنسبة للطفل إضافة إلى قدنا الموبايل والأيباد والحاسبة هذه من الأشياء قلنا نحاول نحاول نبتعد عنها نحاول نقلل حتى إذا كلش إذا على الحاسبة فنحاول أنه نقلل من عدها وتحديد لهم وقت معين لأنه لابد وأنه هذا لأنه يأثر على بصرة وإضافة إلى أنه خلال ما يكون يباو على الحاسبة ويدنج على راسها هذا يأثر على حتى فقراته حتى يأثر على فقراته لأنه بالمستقبل يأثر عليه أحاول أبتعد عنه هذا دور الأسرة دور المدرسة نجي على دور المدرسة دور المدرسة ثانيا دور المدرسة ثانيا شي مهم أيضا عندنا دور معلم الصف الأول بشكل أساسي معلم الصف الأول هي دور مهم جدا في الانتباع على التلميذ إذا كان ما يشوف القراءة عن طريق الصبورة أو ما يشوف القراءة من خلال كتبة خلال دفاترة فهذا يكون الكشف المبكر يكون عنده دخوله للصف الأول الابتدائي هاي مهمة من مهمة المدرسة كشف مبكر حتى نحاول أنه يتعالج عن طريق نظارة أو عن طريق فحص طبي يعني يكون يجرى عن طريق المستوصف أقرب مستوصف موجود قريب إلى المدرسة أحاول والحمد لله دزولنا في بعض المدارس هناك تجي يعني خصائيين من المستوصفات الصحية تجي للمدارس وتفحص التلاميذ بشكل عام عن بصرهم لأن أكو علامات رح يحددون بيها أنه هالتلميذ هذا ضعيف البصر من ناحية أكو قصر وأكو بعد وإضافة لأكو أمراض أخرى فأحاول أنه أكشف عنها فإحنا قلنا بالدور الرئيسي هي دور الأسرة أحاول أنتبع على أبني أو أحاول أنتبع على التلميذ الموجود عندي بالبيت أو حتى الطفل قدنا حتى يكون قبل ما يدخل المدرسة أنه أسأله ده تشوف أنت مثلا خلال ما يشوف كارتون أو يشوف أي شيء عن طريق التلفزيون أشوفه يتقرب عليه أو يبتعد عنه وأسأله ماما أنت ده تشوف أنت ده تشوف واضح أو لا وأيضافة لأنه أشوف يعني يحك عيني أو يحس بحمرار أو أي شيء ثاني من هذه الأشياء حتى أتجنبه وأحاول أعرضه إلى طبيب أخصائي بهذه المهمة أن هذا قلنا الكشف المبكر بالنسبة للتلميذ كل شيء مهم هذا من دور الأسرة أرجع عيد دور الأسرة مهم في كشف المبكر لفحص البصر حتى أنتبع على أبني في المستقبل هنا سأعطيكم مختصر مفيد عن الأشياء التي عملنا به أن هذا النشاط العمل أو عن درسنا لهذا اليوم هو تعرف على الأشياء الصغيرة والكبيرة من حولك أن الأشياء الصغيرة والكبيرة التي نشوفها خلال حياتنا اليومية وخلال وجودنا داخل هذه الغرفة مثلا أنه شون أشوف هذه الأشياء هي عن طريق البصر عن طريق العين انتبهوا عن طريق العين وتكلمنا مهمة نظافة العين مهمة جدا لأنه تؤدي إلى التعرض إلى أمراض عديدة حتى أتجنبها وأخلص من أدها ليش هذه اللي رح تؤدي بالمستقبل إلى أنه نقوم نشوف صحيح أو نستخدم بعدين النظارات وهذه النظارات شغلتها مزعجة لأن تضوجنا ما نكون بشغلة مريحة لأن لازم نعتني بيها ولازم نحافظ عليها وخصوصا التلميذ اللي لابس نظارة نحاول أنه نبتعد عنها خطيئة بالمدرسة يعني إذا أحد من زملائكم يكون لابس نظارة فنحاول نتجنب أو نبتعد عن تدافع ويا لأن خطيئة احتمال يوقع بالقاء وتنكسر النظارة ويدخل أي زجاج شيء بعينه فانتبهوا ماما قلنا نتعرف على هذه الأشياء عن طريق العين العين قلنا رح تلاحظ الكبير والصغير رح تلاحظ الكبير والصغير الكبير والصغير أو هذه الكرة هذه أيضا ويا هذه هاي كبيرة وهذه صغيرة هاي كبيرة وهاي صغيرة إضافة إلى أنه الألوان الألوان رح نتعرف على الألوان ألوان عندنا ألوان عديدة عندنا السماء الأزرق اللي هو عندنا الأحمار عندنا الأزرق الأصفر عندنا الوردي هذه كلهن ألوان راح نتعرف عليها من خلال النظر إليها من خلال العين من خلال العين إضافة لأنه الأشياء الكثيرة التي تكون من حولنا نشوف الورد حنشوف الورد أيضاً حنشوفها شون عن طريق العين حنشوف الورد عن طريق العين مو بس الورد نشوف حتى اللون ماله شون الألوان الموجودة به حنشوف نوعيته شنوه هو ورد وحنشوف الألوان الموجودة به اللي هو اللون الأخضر واللون الوردي عدنا العصفور الطيور اللي تكون من حولنا الطيور اللي تكون من حولنا في السماء مثل هذه الموجودة بالصورة عدكم بالكتاب إضافة إلى الأنواع اللي هو مثلاً الطير الطير شون نشوفه نشوفه عن طريق العين عدنا هذه النفاخات مثل ما راويتكم إياها عدنا هذا الورد مثل ما شفناه عدنا القراءة الكتاب الكتاب شون حتشوفه زين عدنا مو فقط الكتاب عدنا الكتاب والكتابة حتشوفون إضافة إلى هذا حتشوفون الكتاب هو كبير الكتاب كبير والدفتر صغير شوفوا هذا كتاب كبير والدفتر صغير حتشوفون الفرق بالكبير والصغير هذا كبير وهذا صغير يعني الدفتر دائماً صغير والكتاب كبير ولو هسا همين دا تجي دفتر كبيرة بس بعدكم أنتو صغير ما لحقون تشوفوها إضافة إلى أنه نشوف إشارات المرور الحمد لله كلكم طرقين بالشارع وتشوفون إشارات المرور إشارات المرور حنا ثلاثة الأزرق العفو الأخضر الأحمر البرتقالي راح تتعرفون إذا ما تشوفون الألوان الأخضر هو لسير السيارات الأخضر اللون الأخضر لسير السيارات الأحمر هو قف لوقوف السيارات فإذا أنت ما تشوف أو ما يعني ما عنده عيون يكون أو ما ينظر ما راح يشوف اللون الأحمر أو اللون الأخضر أو اللون البرتقالي اللي هو اللون البرتقالي بإشارة المرور هو تهيئة للمسير يأتي بعد اللون الأخضر فإحنا إذا سدينا العين سدينا العين وما رح نشوف كل شي إذا سدينا العين مثل ما هذا مثل ما راويتكم هسه إنه من أسد العين إنه كل شي ما رح تشوفون ما رح تشوفون لا اللون ولا كبر الأشياء وصغرها ولا أي شغلة تشوفوها عينكم إضافة إلى الملابس قلنا الملابس اللي رح تلبسون خلال ما تلبسون هو شون يكون اللبس عن طريق العين تشوفون هذا اللبس إنه هذا حيكون ملابسكم اللي شوفوها اللون مثلا أبيض أو أحمر أو أصفر أو أي لون اللي أنتو عدكم حتكون عن طريق العين عدنا القوس القزح قوس القزح اللي موجود بالسماء شون يشوفوه أيضا عن طريق العين قوس القزح وكل ألوان كل ألوان شون اللي حتشوفوه عين عن طريق العين إذن حاسة النظر عزيزي التلميذ إنه مهم إليك جدا أن تنتبه على عيونك وتنتبه لأن لا سمح الله أي مرض يصير بيها أثر على نظرك فأحاول إنه أعتني بيها وأنظفها وأخسلها دائما وأي ملاحظة أي حكة عندي أي شغلة عندي مثلا دمع عيني ما أشوف زين أحاول أخبر ماما لأن هي ماما اللي راح تتصرف لي حتى لأن هي محد يحبنا ويدارينا غير ماما والمعلمة مالتنا فلازم لمن أقول أقول للماما إنه عيني تحكني أو عيني دمع أو ما أشوف هذا الشي عن قريب أو ما أشوف البعيد فإذا ما أنت تنتبه فهذا دور الأم إنه تنتبه على ابنها عندنا إضافة إلى حاسة النظر وأهميتها عندنا الأشياء البقية الأشياء التي تهمنا هي المدرسة قلنا الدور المدرسة في الانتباه على هذه الحالة حتى نكون هذا الكشف المبكر للتلميذ أو للطفل إنه الذهاب والملاحظة هذا الشي تكون أفضل إنه تلاحظة تودي لي قدام إنه على مستوصف لي فحصل البصر واللي الكشف عنه قبل ما يدخل المدرسة هنا عدنا النظر قلنا كلش مهم فشوفوا هذه العابة فلازم يعني حاول إنه أنظف عيوننا بشكل صحيح فمثل إحنا لين قلنا النظر مهم جدا فلا سمح الله الأعمى مثلا حتى الطريق ما يعرف أو ما يقدر يعبره بشكل صحيح فلهذا نحاول إنه نهتم جدا جدا بالنظر وبالعيون لأن العيون هي أساس حياتنا وسمعنا وحياتنا هذه الماشية هسا حاليا فإلى هنا نأتي على نهاية درسنا لهذا اليوم على أمل اللقاء بدرس آخر وشكرا ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة